ما كنتش أحلام بيه لغاية ما المرة دي فيها الشقة بتاعت أمي لازم أطلع أطلع عليها شقة أمك لا ما هو شقة أمك دي أنا عرف أحكايتها من الأفلام المسلسلات يا حبيب اللي انت بتفكر فيه مش هيحصل مش هيحصل لا في شقة أمك ولا في شقة أبوك لما ندخل على بعض أنا مستعدة عملتها إن شاء الله في العربية اللي احنا قاعدين فيه في العربية؟ ما هي المسلسلات؟ أنت مراتي؟ تا جواز رسمي لا هو عرفي ولا مسيار؟ ولا رفلا؟ في بيتنا، وبعد الضخرة هاوزين أخونك يعني؟ أنا محتاج ده، وإنتي كمان محتاجة ده لحق مشروع لنا احنا الاثنين أحنا الاثنين أحنا الاثنين أنا لا أخذ شيء حفظ ما أفعله لا تخافيش أنا أعمل حسابي أحنا الاثنين المكتبين أحنا الاثنين أحنا الاثنين أحنا الاثنين وحسني ما قدرش نكرم كلقة جميل ولزيز ومدهش على قد ما كنت خايفة مترددة إلا إن البساط بس أنا قلت له دي أول مرة وآخر مرة بصراحة كنت بفرح لما بيقول شاقت ماما وحشت ميت عمر ما روحتها إلا وركعت مبسوطة لغاية جاء منك على فكرة يا أدا إحنا لازم نعمل الدخلة في أسرع وقت أما أنا بستعجر المهندس اللي بيشطب الفيلا يا حبيبي مش مهم الفيلا أنا مستعدة أتجوز إن شاء الله فشاقت أمك 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 سببه انها عاملة في شهرين ومن هنا ورايح وطنحة ابتدي التعلم الناس حد بقول ايه يا ناهم اعرف من اين ان الحامل بتاعك ده مني انت الجنين انت انا راجل عطيم ما بخلفش كان ممكن تبالي محترم او راسك مرفوع بس انت اللي جبتين نفسي وخدتينا في النجلين وراك فضحتينا ماما ده جوز جوزي محقدش حراء وبيعليم العيلة كلها والمصيبة اللي ما بعدها مصيبة انه ما بيخلفش يبقى ان مين ده يا بنت الاكابل ماما انت يعدر ببنتك ما هو انت كدابة يا هوم النصار لا لا انا عمر بكونت كدابة ودي اول علاقة لايه مع الراجل انا مستدنة مريم عشان احبال بنفخة من روحنا ببينا دي بقى هو مجرم طلوبي طلوبي منه اطلق بعد كده المستخبى حيبان طلباتك يا دكتور اناهب حكاية انك ما بيتخرفش دي الحمد النور ممكن يثبتلك الحياة ويأكدلك ان الجنين من رفواطني ابنك انا عوزة الطفل ابو اولى بيه انت ابو لو كررت الكلام ده كمان مرة راح اعتبرها ايهانة وهحسبك عليها وقسوه خلص طلع وكرمتك كرمتك ما لها كرمتك انت عارفة لما الستة تخون جوزها بيبقى شكله ايه انت انت عاوز ايه بالزبط ثلاثة مليون جنيه انت مش محتاج تبقى نصاب ولا سياد عوانس بس ليه بتعمل كده هو اللي يحسب مراته على خانتها يبقى نصاب وبتاع عوانس ثلاثة مليون دول تمن الاهانة يا دكتورة دكتور ادهن انا عندي عيلة لا يمكن تسمحلك انك تتمادى في تصرفاتك دي اكتر من كده خلاص يا محمود ارجع العربية ده تهديد ده اعتبروا تحسير ويكون في علمك مش حطول مليم واحد لا مني ولا من عيلتي عيلتك دي هتخش الجحور زي الفرام بالزبط لما اعلن عن فضحتك موسيقى الدكتورة اساميها حنان طبيبة امراد ناسه وصديقة ليه اول ما شافيتني عرفت انا شهيلها مئة دي بالمناسبة هي ست فاضلة وشكعة